مستغلين نزوح الآلاف شبكة نصب كبرى تبيع بيوت السوريين فلم يكفي ما يعانيه الشعب من نزوح وترك للديار والأهل والوطن الآن لا يملكون بيوت يعودون إليها بعقود مزورة جاءوا بفعلتهم الباشعة ماذا فعلوا وكيف تم كشفهم كل هذا وأكثر نرويه لكم في هذا الفيديو من طاحنك في مدينة حلب بدأ تشكيل نصابي مخططه حيث استغل نزوح الأهالي والظروف الأمنية والقانونية المتردية وانتشار الفساد في دوائر الحكومية التابعة للنظام وقاموا بما لم يتوقعه أحد شبكة نصب كبرى قامت بالسيطرة على عقارات المهجرين الذين تركوا منازلهم وديارهم هربا من النهاية الحتمية التي كانت تلاحقهم وبهم قليل من الأمل في العودة يوما ولكن المفاجأة أنه لا عودة لأنه لا ديار وذلك بسبب بيع تلك الشبكة لبيوتهم من خلال وثائق مزورة إهمال النظام وعدم توفيره للأمن والعدالة في المناطق المتضررة من العمليات العسكرية والتهجير قدم الفرصة على طبق من ذهب لهذه الشبكة للتوسع والنمو من خلال الاعتماد على وثائق مزورة لبيع ونقل ملكية العقارات ما يشكل تهديدا للمجتمع خاصة في ظل ارتفاع عدد الأهالي المهجرين ولكن كيف تم كشف الأمر؟ ظلت تلك الشبكة تعمل في هدوء دون أن تلتفت إليهم أجهات الأمنية إلى أن افتضح أمرهم بعد تقديم أحد الأهالي شكوى لفرع الأمن الجنائي في حلب تفيد ببيع عقاره دون علمه وفقا لما نقلته صفحة وزارة داخلية في حكومة نظام عن رئيس الفرع العميد أكرم عبد الكريم نائفة وبعد متابعة الأمر وجمع المعلومات عنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة المؤلفة من ثمانية أشخاص التي امتهنت بيع العقارات عن طريق التزوير بحسب نائفة أفراد الشبكة جميعهم اعترفوا بعض ضغط ببيع ثمانية عقارات في مدينة حلب وخاصة في أحياء صلاح الدين والحمدانية وسيف الدولة مستغلين غياب أصحابها ووجودهم خارج البلاد من خلال عقود ووكالات مزورة وترى بعض التقارير الصحفية أن النظام السوري ذاته يدا في انتشار تلك الأفعال حيث اتخذ طوال السنوات الماضية جملة من القرارات والأفعال التي تمكنه من إنهاء المعارضة كان أبرزها الصطو على العقارات من خلال تزوير السقوق ووثائق الأملاك العقارية بغية السيطرة عليها تهميش السلطة القضائية وتواطؤ موظف النظام مع المزورين لعب دورا رئيسيا في تعظم الأزمة وانتشرت مكاتب علنية للمزورين في جميع المحافظات السورية وخاصة في حلب ودمشق تلك المكاتب ومن خلال استخراج أختام حية مزورة تقوم بتزوير سندات عقارية وتوظيفها في نقل ملكية العقارات من دون علم أصحابها الأصليين وتسجيلها باسم المشتر الجديد في دائرة الأحوال المدنية